يواصل الحوثيون قصف مدينة تعز بوحشية وعنف ما أدى إلى مقتل أحد عشر مدنيا تزامن ذلك مع تقدم متواصل للمقاومة والجيش الوطني مسنودين بدعم قوات التحالف العربي التي دفعت بتعزيزات كبيرة لفك الحصار عن عاصمة المحافظة وفي لحق جنوبا وحث تحاول مليشيات الحوثي العودة إلى مديرية المضاربة من جهة الوازعية استعادت المقاومة السيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة المليشيات وأهمها تلك الواقعة في جبل ذي عهدة وألحقت بالمليشيات الغازية خسائر كبيرة قاومة الشعبية وقوات التحالف تحقق انتصارات متابعة في العديد من المناطق وآخرها ما يحدث في تعز حيث كل المنشرات على الأرض تقول أن قوات التحالف بدعم سخي من الإمارات والمقاومة الغادمة من الجنوب ستحقق انتصارات كبيرة خلال الأيام المقبلة سمنة عن سيطرة على المواقع واتباه في وادي الضباب وفي قبل صبر أما في قبن بمحافظة الضالع فقد سقط ثلاثون حوثيان بين قتيل وقريح إذ راهقوا من شنته المقاومة الشعبية على مواقعها أما في مدينة دمت فقد تحدثت مصادر محلية عن تمكن المقاومة من إلحاق قسائر في صفوف مليشيات الحوثي وصالح في اشتباكات وصفات بالأعناف منذ بدء المواقعات التي تشهدها أطراف المدينة في ظل الهزائم المتلاحقة التي يتلقىها الحوثيون فأنهم يحاولون فتح قفهات جديدة عل ذلك يخفف عنهم شدة الضغط المفروضة عليهم في غير مكان منصور صالح لقناة الشارقة عدن